أتمنى من الحكومة الجديدة وبتمنى كمان من المواطنين أن نعرف أن نكون شركة في الوطن ليس الحكومة هي المسؤولة بشكل كامل ولمش الشعب والمسؤول بشكل كامل نحن قلنا بني أنه تعاون علشان بلدنا يجب بلدنا أن تعدى المرحلة الصعبة التي نحن فيها وإن شاء الله ستعدى ولكن ستعدى بتكتوفها إن شاء الله يكون الحكومة الجديدة لحظة صدام للشعب إن شاء الله وتشوف الشعب في تغفيض الأسعار والأخشاب والأسمنت والحديد احنا عندنا تطلعات كبيرة جدا وامال معقودة على الحكومة الجديدة في توفير فرص استثمارية حقيقية وفرص عمل للشباب وتوفير كل التموحات اللي بتمنها المواطن المصري احنا عايزين من الحكومة الجديدة انها تراعي شوية مسألة الملفات الشائكة اللي موجودة حاليا في الشرع المصري زي ملف ارتفاع الاسعار الغلاء طبعا الفحش اللي موجود حاليا مخلي الناس فعلا محتاجة لحلول سريعة لحد كبير المجمعات اللي بتعملها الحكومة ده شيء كويس انه يبقى موجود بتوفر لنا سلع شوية باسعار هو اهم حاجة التخطيط العلمي كما امر بيه سيد الرئيس يعني كل وزارج بيه خطة وهدف تحققه ده اهم حاجة يعني اهم حاجة تخطيط العلمي المطالبي عاوز اهتمامهم ومساعدتهم بالسوء العاقب والمصابين والحوادث والمعاطين ده اللي محتاجوا من الدولة ده اللي عاوزوا من الدولة يكونوا مهتمين ومساعدتهم وعائلتهم بالمصابين عايزين يزودوننا المعاشات ويخففوننا الاسعار اللي غالي قوي دي ويرفع علينا البلل الغلاء واعر قوي علينا طلباتي من الحكومة الجديدة انها تهتم بالرقابة على الاسواق ويتحددها مش ربح للمصانع عشان تقدر حجم السلعة اللي ممكن الناس تشتريها بالسعر المعاوض انا بقول للحكومة الجديدة اللي هي تبص للمواطن الغالبان وتبص للمستشفيات المجانة لان فيه ناس ياما تعبانا اول فترة اللي فاتت دي من شدد المعاناة بتاعت المصاريف والمعيشة وكل حاجة والناس صبعا زروف اللي منذول صعب 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 بطلب من الحكومة طبعا الاهتمام بالتعليم الاهتمام بالصحة التعليم طبعا ان هو يتطور بما يواكب بسوء العمل واحنا بنعمل فرص للعمل للشباب التواكب برضو التعليم بتاعهم سواء بقى كان المراحل التدائية او المراحل اللي هي بتاعت الكليات بطلب من الحكومة الجديدة ان يكون ملف التعليم الفني والمهني ده اهم من ملفات اللي احنا مقلوب نشتغل عليها لفترة الجاية عشان يكون شوق العمل متاح لجميع الشباب طبعا الصحة بطلب ان يكون فيه تيفير اختياجات المرضى في المستشفيات وانا شفت كفاءات المستشفيات كما ترفعت واتمنى اللي احنا لو فيه حاجة بقى يكون تم الامتقاء منا احنا عزم من الوزارة الجديدة انها تزبّد الأسواء وتزبّد الصحة وزبّد التعليم وتعمل انشاءات جديدة للشباب اللي طالع متخرج وتعيّل ناس وتعمل صحة كله للناس كلها عشان احنا املنا في الوزارة الجديدة اامل الجديد في الوزارة الجديدة كلها بلنا تعمل اللي ما تعملش قبل كده نتمنى ان شاء الله من الحكومة الجديدة من التُ RAML حدود الدخل والتعليم والصحة والتَّموين برد رائع المحدودة الداخل للأسعار كلها أغالية في التموين وإن شاء الله حكومة جديدة بإذن الله كل مرضى للشعب والمصر بإذن الله أرحب بالحكومة الجديدة وتمنى من الحكومة الجديدة تبص على الناس الغلابة اللي لم لهاش مصر داخل خالص في ناس ليها في ناس ما معهاش يعني مثلا ممكن يكسب مجينة في الأموبيات ومحتاج ميتين جينة تلتون مجينة هيدين من البقاء فأنا أتمنى من الحكومة وبإذن الله برعاية الله وربنا يوفقهم على خير أنه يجفوا مع الناس الغلابة ويراعوا الناس الغلابة الشعب محتاج من نقوه طلبات وده حق مشروع للشعب وللناس الغلابة احنا طلبين من نقوه تبصوا شوية للمواطن الغلبان البسيط شوية المعيشة بقت صعبة جدا فإنتوا تبقوا رحمة شوية بالناس الغلبانة والفقيرة بطالب الحكومة الجديدة تحديد قيمة بالأسعار فوري زي ما بيشوف في الدول الأخرى دول العربية أي دولة بره بيشوف قيمة بالأسعار لحد يتجرأ لهو يزوتها أو يعمل على زيادة الأسعار طبعا احنا بنطلب الحكومة الجديدة أنها تهتم بالناس اللي هما محدودين الدخل وتعمل مراقبة الأسعار للغلاء في الأسواء في كل حتة أنهما يهتموا بالأمور الخاصة بالغلاء وبنتكلم كمان من طلب الحكومة أنها توفر الأدوية في المستشفيات أن الدواء يبقى متوفر لأي مريض موجود في المستشفى أول حاجة أنهم يهتموا بالملف الاقتصادي يعني يهتموا الأول بالصناعة لأن ما فيش دولة بتقوم بدون صناعة يهتموا بالزراعة ما فيش دولة بتقوم بدون زراعة ماليزيا عشان تتقدم وتطلع في مصاف الدول المتقدمة بدأت أهم حاجة بالصناعة وبدأت بالمستثمر الصغير وبدأت بالمشاريع الصغيرة أنا أبطال بالحكومة بتكملة مسيرة التنمية وتكملة المشروعات وبدأ المستشفيات انتباه لملف التعليم وزائد كمان الانتباه لمحدود الدخل مرقبة الأسعار أن الأسعار خلاص ما فيش علهاش رقابة النهاردة بنقول للحكومة أن في بعض الملفات زي ملفات الإسكان زي غلاء أسعار الإسكان وغلاء أسعار الشؤاء أنا أبطالب الحكومة المصرية بالالتفاف والنظر للملفات محدود الدخل عامة نطلب الحكومة الجديدة بمرقبة الأسواق نطلب الحكومة الجديدة بالنظر لمحدود الدخل نطلب الحكومة الجديدة بالحد من الدروس الخصوصية وعودة المدرس لمدرسته علشان نشوف الدراسة وأولادنا يتعلمون في مدرسنا الحكومة كما كنا عليهم مورية جديدة اللي نادى بها السيد الرئيس تتطلب من الحكومة المواطن وجف جنب الحكومة كتير وجف جنب الدولة وما زال وساستمر لن يبخل على بلده بأنه يصبر على أي متاعب ولكن احنا عايزين انطلاقة في القضاء على البطالة انطلاقة في تعزيز الأمن الاجتماعي زي ما قلنا في إقامة المواخزة يعني تجمعات سكنية اجتماعية تجسير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع وتعزيز الأمن القومي لأن احنا بيحيط بنا طوق الشديد الحساسية بيحيط بمصر فنتمنى يعني إن احنا عيوننا تبقى على مصر وندعو المواطنين في المساندة والمشاركة في هذا الاتجاه لأن دايهم من أيام يعني أنا عايز حاجتين الحاجة الأولانية فتح الترخيص عشان الشباب يشتغل والناس يشتغل والشباب اللي عايز يتجوز يبني يذكن أهم حاجة فتح الترخيص ده المجال اللي أنا بتكلم فيه ده يخصني أنا ويخص ناس كتير أنا هشتغل والناس هتبني واللي عايز يجوز ولده هيبني له وانا واللي زي أنا بتوع المباني والصاب والبتاع هنشتغل التواجد طريقة وده مهم جدا 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 اللي منع طبعا أو تخفيض الحوادث اللي بتحصل لإننا احنا ماشيين بفردة واحدة زهاب وعودة وفردة واحدة طبعا ما تنفعش الشباب العطلان ده نشوف له يعني مصانع فيه ياريت إنشاء مصانع البلد تشيل مصانع كتيرة هنا